عاجل مباشرة صارة من وزارة المالية للموظفين أهلا بكم وضعوكم للاشتراك في كناة تفعل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك كشفت كناة العربية في نبا عاجل عن أن وزير المالية محمد معيد وافق على تركية كل من استوفى الشروط في أول يوليو المقبل حيث صرح الدكتور محمد معيد موزير المالية بأنه تنفيذ لتوجهات الرئاسية أبلغت وزارة المالية جهزة مركز للتنظيم والأدارة لموفقة على تنفيذ جميع التركيات في الأول من يوليو المقبل لجميع المظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدم المدنية الذين استوفوا الشروط والمدد البينية اللازمة للتركية في 30 يونيو المقبل وأشار وزير المالية إلى أنه تم تدبير التوميل اللازم لحركة التركيات بنحو مليار جنيه في موزنة العام المالي الجديد رسالة طمأنة لأصحاب المعاشات وفي سياق متزرقانة لقد بعثت وزارة المالية رسالة طمأنة لأصحاب المعاشات بأن مستحقاتهم المالية موضحة أن الخزان العام للدولة أنها تجرى التحويل نحو 465 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمنات الاجتماعية خلال مدة قدرها 33 شهرة ليصل إجمالي ما تم تحويل من الخزانة لصندوق المعاشات والتأمنات حوالي 510 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو المقبل وأكدت وزارة المالية أن هذا الإجراء يضمن توفير السيولة المالية لزيمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وتضمن أيضا الوفاء بكامل الالتزامات تجاههم كما أشارت وزارة المالية لأنه تم تعديل نسبة زيادة القصة الصنوية لفض التشابكات لفتن لأن المحولة في الخزان العام للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمنات الاجتماعية بلغة 5.9% بدلا من 5.7% وذلك لاستعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين المستوى المعاشات والمستحقين عنهم يذكر أن الحكومة كانت أعلنت عن تقديم موعد الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات التنفيذة لتوجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليستم صرفها مع معاش أبريل الجاري بدل من صرفها في معهد السنوية السابق في شهر يولو من كل عام وذلك لمساعدة المغطنين على مواجهة تدعيات الحرب بين روسيا أوكرانيا وتأثيرها على الأسواق المحلية والزيادة المطلدة في صعر جميع المنتجات وتم تحديد نسبة الزيادة هذا العام لتكونها 13% لكل صاحب معاش بحدها 220 جنيه وحد أقصى 1222 جنيه وحصل أصحاب المعاشات على تلك زيادة بداية من أبريل الماضي